تعالوا بقى نروح لجورجينا رودريجيس اللي بمناسبة احتفالات عيد الميلاد قدمت هدية ثمينة جداً لشاركها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عبارة عن سيارة فارهة نشر رونالدو على صفحته على الانستجرام صورة للهدية وبالمناسبة هي عبارة عن سيارة رولز رويس وكتب على الصورة عبارة شكر لجورجينا طبعاً سعر هذه السيارة بيزيد عن ربع مليون جنيه استرليني وأتمنى أن الهدية دي تعمل شغل مع كريستيانو لأنه بيمر في الوقت الحالي الحقيقة بأصعب فترة في مسرته لأنه مبدئياً كده لم يرتبط بأي فريق منذ أن فسخت عقده مع منشستر يونيتد من شهر تقريباً كمان زي ما حضراتكم تابعته خروجه وتوديعه بالدموع مع رفقاءه في منتغب البرتغال لنهايات كاس العالم الأخيرة في قطر من الدور ربع النهائي ويعني شهدت كمان البطولة جلوس ألدان على مقاعد البودلاء يعني في مبارتي الدور ثمن النهائي وأيضاً ربع النهائي ودي كانت برضو من الأمور اللافتة للأنظار والمؤسفة احنا منتكلم على ظاهرة كروية بكل ما تحميله الكلمة من معنى أتمنى أن العربية رونز رويس تعمل شغل كويس ويعني يفك شوية كريستيانو رونالدو حتى عشان نعرف هو اللي جاي بالنسبة له هيكون عامل ازاي هيروح الدوري الأمريكي هيروح الدوري السعودي هيحصل ايه تاني وهنا نرجع نقول المركاتو الشتوي خلاص بتبصل عنه أيام قليلة جداً وتتضح الصورة بإذن الله